ولانا إياك تخلع الحجاب إياك أنت دلوقتي الله سبحانه وتعالى أمرك بأمره أنت استجابت لي الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتحجبي فتحجب الوقت ده وتعالى أسأل الوقت الفرح ده من حياتك ولا من عدم حياتك بحياتك وأنت مأمورة بنفس الأمر ده بالعكس أنت لما تتحجي لما تفرح لما يكون فرحك بحجابك هتتذكري أن أنت في يوم الأيام ما عملتيش الحاجة اللي ممكن تفتح عليك باب شر تاني إن إيه اللي أنت رهنتي على قيمك ورهنتي على محبتك لله ورهنتي على إخبارك لله سبحانه وتعالى في الأمر ده ما يكيش حد بقى يقولك ويوسوسك كده ويقولك إيه دي ساعة دي نصي ساعة هي نفس فلسفة الوقوع في الزنوب هي نفس فلسفة الوقوع في كذا طب أنت دلوقتي بتعمل إيه أنا بثبتك على أنك أنت تفعل الطاعة بقول أخي خالص أنت لك أن تفعلي ما تفعلي نقولي أني في الآخر خالص ربنا بي حاسب عندنا الاختيار كده طب تقول لولدتها هي عايزة تفضل بالحجاب والدتها اللي مش عايزة تقول لها والدتها في الحقيقة عايزة تعمل إيه تكرام فرح يعني تكرام الفرحة لا خليني بيقولك بقى أنا أدرب الله عندها تلات موقف الموقف الأولاني إن هي عايزة تبين بنتها في أحسن صورة إيه اللي حاصل؟ الجواز دوت هو فاتحة الجواز فحايزة زوجها يشوفها في أبها صورة عشان تحافظ لها على جوازها أنا معرفش دوتها يكون بيحافظ لك على زواجك لما زوجك يشوف بعض الحاجات اللي ممكن ما ترضوهوش في الجواز بغض النظر عن الزوج اللي بتقول عليه الأستاذ إيماني لو بيحب يخلي مراته تشوف يشوف جمالها الناس دي مسألة مش هي دي القضية لكن القضية مش الجمال في الحقيقة بأدي إيه أنا أغطيته أدي إيه أنا عريت المسألة الجمال فيه تلك الفرحة اللي بتظهر في العيون النور اللي بيظهر في الواجه كل دوت هو دوت الفرح الحقيقي هو دوت اللي بيجمل للوشوش دي أول حاجة حاجة تانية سنتي برضو عايزة تعمل إيه أي حد فاكر إن بنتي فيها عيب لا بنتي ما فياش عيب يا جماعة الخير مش هي دي الطريقة آخر حاجة طبعا الأمات عايزة تعمل إيه عايزة تعمل حالة من حالات الدعاية لجمال بنتها بوسط الناس ترجمة نانسي قنقر